بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبائي وعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم معنا والبرنامج المتجدد صالون الصحة والجمال أحبائي وعزائي دائما نحيي قناتنا قناة الصحة والجمال رائدة الثقافة الصحية في جمهورية مصر العربية health and beauty صحة ثم جمال النهاردة إن شاء الله نحاول نكون خفيفين الظل عليكم خليين من الكوليسترول سهلين الهضم إن شاء الله بإذن الله في موضوع شيق وجميل ألا وهو موضوع جراحات التجميل التجميل ياه كلنا بندور على التجميل كلنا بندور على الجمال لكن نقول الصحة والجمال بين يديك أي تاج أعز من تاجيك قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك نصب الأرش حسنه فسألناه لمن تراه فدل عليك كلنا بندور على الجمال كلنا بندور على الجمال بس قبل الجمال لازم الصحة الرايحة تخصي ليه عشان الجمال اللي عايز يعمل عملية تأثير وتكبير وتصغير ليه علشان خاطر الجمال إن الله يبيل يحب الجمال أحبائي صدق الله في قرآنه الكريم حينما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين الله ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقوين وربنا اللي هو قال ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء موجود في قرآننا الكريم الجمال والتجميل زمان كانت السمنة والبدانة هي المطلوبة وكانت هي الجمال وهي أصل الجمال كمان بدرجة أن العصول الوسطى كان صانعي الأزياء ومصممي الأزياء يضعون حليات على الخصر لساء لتبدينا أكثر جمالا وأكثر أنوسة وكانت النحيفة يعيني زمان كان يقولوا عليها إيه؟ سيئة التغذية عندها سوء تغذية وكان الإيه؟ الإقبال على الزواج لمين؟ للسمناء وليس للنحفاء عصرنا المفعم بالحضارة والمدنية الآن بندور طبعا على الجمال كلنا محتاجين بحاجة تنغير كلنا محتاجين نتغير ونغير ياه لما بتكون الوحدة مننا بقى إيه؟ عندها وزن زايد قوي وتخس من 10 إلى 20% من وزنها بتحس فعلا ياه ده أنا ما كنتش عايشة تروح جمي وتلعب ورياضة ده كده ده إيه؟ قال له موضوع جميل بقى محتاجين بقى نحس بالجمال من كل أدوان أحبائي وعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال زي ما احنا قلنا في البداية كلنا بندور على الجمال لكن ما ننساش الصحة قبل الجمال عمليات التجميل اللي زادت قوي بكل أنواحها طبعا أنا خسيت حصلت رهولات أعمل إيه؟ طبعا عندي عنف كبير شوية ومنظره كده مش حلوة قوي لا في الصور ولا ولا أعمل إيه؟ وهل العمليات نجحة؟ ولا مش نجحة؟ ده اللي إن شاء الله هنشوفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل مع أستاذتنا الجميلة الأستاذ الدكتورة دينا بدوي أستاذ جراحات التجميل بجامعة القاهرة وبالهرم الرابع الذي يطلق عليه الأصل العيلي وعدو جمعية باريس لجراحات التجميل وعدو الجمعية الأمريكية والعالمية لجراحات التجميل هنشوفها إن شاء الله بعد الفاصل هجيدي سؤال ويقول لي ها دكتور أحمد طب هل كل الناس اللي عايزة تخس أو اللي عايزة تجميل تعمل عمليات جراحية؟ أنا هقول لكم على معلومات بسيطة السمنة طعون العصر القادم السمنة دي وباء عالمي اللي قال عنه النبي البرة ده أصله كله ده فحدا كلنا محتاجين نخس بس بطرق علمية صحيحة سليمة خمسين في المية من التخسيس بنقول عليه طرق جراحية وطرق تحفظية الطرق التحفظية عبارة عن نظام جزائي بيتفصل على كل إنسان الطرق التحفظية عبارة عن نظام دوائي مش لكل الأدوية الموجودة ولكن معترف واللي واخده موافقة هيئة الدواء الطريق الثالث هو المداخل النفسية وعندنا دلوقتي حاجة حديثة جدا اسمها البرمجة العصبية وكان أحدث كتاب اتباع للكاتب العالمي والدكتور بول مكينة في أمريكا وإيه؟ الكتاب ده خد أعلى مبيعات على مستوى العالم كان اسمه أستطيع أن أجعلك نحيلة البداخل النفسية لعلاج السمنة والنحافة المريض لما بيجي للعيادة وبيقول لي يا دكتور أحمد أنا عايز أخس والمرضي التاني يقول لي أنا عايز أعمل تكميم ومريض تلاتي يقول لي يا دكتور أحمد أنا بصراحة أزهقت من النظمة الغذائية وفشلت ونجحت لأ كفاية كده علي أنا هخلص وأعمل الجراحة كلامك صح بس أنا دايما بقول لك ليه تدفع من صحتك أكتر مدام ممكن تدفع أقل المثل الشائع والجميل والرائع اللي بيقول لنا لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد أنا مش عقود أقول لك كل ومش على الجيم ومش على أدوية ومتاكلش ومتشربش وكل لا مش هتقضيها لكن بعودك تاكل كميات معينة بنوعيات معينة مقدمتنا عن السمنة مقدمتنا عن النحافة مقدمتنا على التراهلات اللي بتحصل في جسم الإنسان نتخلص منها إزاي ونعمل فيها إيه طيب يا سيتي تكلمنا على إيه الطرق التحفظية نظام غذائي نظام دوائي ولا ننسى النظام الرياضي فخمسين في المئة من التخصيص خمسين في المئة نظام غذائي بيتفصل لكل إنسان حسب حالته وحسب صحته وحسب عمره أقل من 18 سنة بياخد أغذية اسمها أغذية البناء من 20 ل40 سنة بياخد أطعمة أو أغذية يطلق عليها أغذية الطاقة والنشاط والحيوية والحركة من سن 40 فما فوق بياخد أطعمة اسمها أطعمة الإيه المناعة يبقى ده نظام الغذائي دي بنفصله طب الست الحامل غير المرضاعة اللي اتجوزت غير اللي ما اتجوزتش اللي حصل لها إيه دهون في البط وكرش ومولادة واثنين وتلاتة ده بيعتبر فلت في العضلات مش دهون كتيرة زي ما نتخيل فلها نظام غذائي خاص أحبايا وعزائي طب والرجال الكرشي بعد سنة الاربعين منحانة الرفاهية اللي بيقولوا عليه لا ده طبعا محتاج رياضة ونظام غذائي بتفصل صح يبقى حسب السن والحرق كل ما بنزيد في العمر الحرق بيبقى إيه بيقل عشان كده بنقول للسادة المشاهدين خلي بالك النهاردة أحسن من بكرة الحق نفسك الحق نفسك بنظام غذائي صح الحق نفسك بنظام دوائي صح الحق نفسك بنظام برياضي صح قبل ما تخش بقى في خشونة وهشاشة طب السؤال التاني أنا بسألت أي مريض بيجيلي ليا ده أنت عايز تخسي ليه اللي يقولي الشكل الجميل والمنظر ممتاز واللي يقولي الخف من الأمراض يا دكتور أحمد السكر والضغط والقلب والهشاشة أقول له ممتاز واللي يقولي يا دكتور أحمد لا ده أنا بروح المولة مش لقي مقاسي لا لقي المقاسي اللي مناسبني نفسي في جيبة نفسي في بلوزة نفسي في حاجة حلوة لكن للأسف الشديد مش لقي المقاس بتاعي آه بيبقى زعلان وحزين أوي 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 نفسي خسة عشان كده تحسيني الحياة الزوجية بعض حالات عدم الإنجاب اللي وزنها فوق الثمانين كيلو اللي الوزن فوق الثمانين كيلو وزنها فوق الثمانين كيلو وأسفاه وأسفاه ما تقدرش تحبل إلا لما وزنها ينزل والدهور اللي على الببايد تخس أحبائي وعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال فاصل ثم نواصل أو تشيبه أو الملتفين حوالي القناة انتظرونا مع الضيفة العجيزة الغالية إن شاء الله أحبائي وشاهديني العزاء قناة الصحة والجمال مرحبا بكم عدنا مرة أخرى مع الضيفة الجميلة الأستاذ الدكتورة دينا بدوي أستاذ جراحاتي التجميل فأهلا بك ومرحبا على قناة أهلا بحركة أهلا بحضرتك نورت القناة طبعا وإن شاء الله عايزيني النهاردة نستفيد من حضرتك على قد ما نقدر وخاصة أن خبرة علمية عالمية وقيمة وقامة خبرة علمية عالمية الدكتورة دينا طبعا عدو جمعية باريس لجراحات التجميل وعدو الجمعية الأمريكية والعالمية لجراحات التجميل قبل ما نبدأ ونتكلم واسفة بعد ما الناس بتخس وتخس بالعشرين والتلاتين والخمسين كيلو وبيحصل لها ترهلات يعملوا إيه؟ مش عارفين نسمع في التلفزيونات وفي الفضائيات ومع كل الناس إيه موضوع أو إيه حكاية إيه الحكاية بالظبط بتاعة حكاية اسمها نحت الجسم وأسفاء إحنا مش فهمين يعني إيه نحت الجسم طب إحنا أول سؤال هنسأله الدكتورة دينا دلوقتي ونقول لها يعني إيه نحت الجسم يا دكتورة دينا؟ نحت الجسم نحت الجسم يعني أنا بأمسك كل منطقة في الجسم أخلي شكلها زي ما مطلوب من المريض أو المريضة اللي قدامي بالظبط نحت الجسم مش معناها أن أنا بخسس أنا بخسس حتة وبتخن حتة وبصبط حتة وبشد حتة وبرفع حتة حتة حصل فيها ترهل برفعها ده شدها حتة رفاية زيادة عن اللزوم بنتخنها حتة مش واخدى الكيرف المظبوط مش واخدى الشكل المظبوط بتتثبت النحت ده يشمل التنحيف والتنحيف وتزويد الحجم وشد والرفع يعني إن أمسك أي منطقة في الجسم أخلي شكلها زي ما الشخص اللي قدامي عايزها بالظبط وعشان كده نحت الجسم يفرق عن شفط الدهون شفط الدهون يعني بشيل دهون بخسس لأ ما إحنا قبل ما نخش بقى في شفط الدهون إحنا نتكلم عنه بالتفصيل بقى الأول من الناس المؤهلين أو المستهدفين لعملية النحت حلو أي سؤال ده المستهدفين لعملية النحت اللي هم قادرين يعرفوا هم عايزين إيه في الجسم بالظبط مش حد عايز يخسه بس لأ حد عايز يصبت شكل الجسم يعني اللي بيسموه ريشابينج يا فندي ريشابين حلو جدا سواء في الرجال سواء في السيدات إيه اللي اتنين طب قبل ما نعدي النقطة دي هو فيه فرق في النحت ما بين الرجال وما بين النساء آه فعلا فيه فرق في النحت ما بين الرجال وما بين النساء النحت الجسم دي بيبقى لإبراز الرجولة قوي أو لإبراز الأنساء أوكي لا بمعنى فهم السادة الجماهير أنا عن نفس عايز أفهم عرغم أني طبيب لكن مش عارش بمعنى أن السيدة عايزة تاخد الشكل الأنسوي اللي هو الوسط الرفايع قوي وكيرفات معينة منحنايات الجسم مضبوطة بطريقة معينة في الراجل لما أعمل شفط دهون قوي في الراجل ما بيبقاش عايز الشكل الرفايع هو عايز الشكل المسكولن الشكل اللي فيه عضلات بسي ما قلت كده الكرش اللي بقوله عليه منحنة الرفاهية أو بيقوله إيه كرش الترفيه ده ولا بقوله لا ده مش عايزينه بقى ده خلاص المنحنة ده مش عايزينه بس تبقى بعد ما نشيل الكرش مش بس إن أنا هشفط الدهون لا أنا كمان هنحط العضلات هعمله سيكس باكس هعمل شكل العضلات بتاع الكتاف شكل العضلات بتاع البنش شكل العضلات بتاع سيكس باكس بس ما بتعرفوش غير ما بيتعاملوش مع الرياضيين يتعامل مع كل رجال وهما حابين كده بالظبط كده لو أنا بديله الشكل بتاع السيكس باكس وهو بقى لو هيكمل عن الرياضة هيحافظ على الشكل ده على طول بالظبط لكن ما يحصلش فيهم ترهولات ولا حاجة لا بيبقى هو خد الشكل ده يدخن بالشكل ده ويخس بالشكل ده أنا شايفي السادة المشاهدين هيسألوني السؤال مهم جدا تكلفتها غالية بص حضرتك أنا عن نفسي وأعتقد كتير من زمائل الجراحين إحنا مؤمنين أن التجميل وشد الجسم وشد الترهولات دي ضرورة لكل إنسان مش راضي عن شكله فيه رينج كبير قوي من الأسعار حضرتك يعني أي واحد ممكن يعملها من أول أنه يدخل مستشفى من المستشفيات الجامعية بتتعامل مجانا تماما لمستشفيات اقتصادية لمستشفيات أغلى لمستشفيات فايف ستارز لمستشفيات استثماري دلوكس يعني كل الرينج موجود لأن أنا وأعتقد برضو بقيت زمائل الجراحين مؤمنين أن دي حاجة مهمة وضرورة للإنسان عشان يقدر ينتج كويس عشان يقدر يعيشه بأمبسوط من شكله كويس أنه هو بدا مش راضي عن حاجة في شكله نحقق له رغبته مش مثلا نقول له لأ أنا بشتغل في المستشفيات فايد ستارز بس وخلاص في أي مكان هو أنا هبدي رينج كبير من الأسعار طبقا لأسعار المستشفيات زي الفنادق يعني طبقا لأسعار الصندقة في المستشفيات درجات يعني بس دي ما تأثرش على كفاءة العملية لا أهم حاجة بقى زي ما حريك بتقول أنا مش بشتغل غير مع المستشفيات اللي أثق في الفريق الطبي بتاعها في فريق التخذير في قط العمليات بتاعتها يعني مش زي ما حريك بتقول مثلا كده اللي بيقول عليها مستشفيات تحت السلم أو مش مترخصة أو كده مع الأسف انتشرت بطريقة غير عادية دي دي خطر جيدة عشان كده البوست أوبرتف كومبليكيشن أو المضاعفات اللي بتحصل بعد كده وأسفها أسائت للعمليات في الناس خايفة تعمل حريك متخيل إن فيه حتى ممكن تبقى مستشفى شيك لكن هي مش مترخصة كويس ومش مكتملة عوامل الأمان وعلشان كده أنا مش بنتعامل مع مستشفى يعني مستشفى لو شيك قوي مش هنبهر فين الترخيص فين جهاز التخذير مين بتتعامله مع مين استشاريين تخذير مين الدكاترة مين فريق التمريد وريني الأوضة وريني الإنساكشن كنترول عندكم وريني بتمردوا العينين إزاي وبتحافظوا على إنه ما يحصلش أي عدوة جوا قط العمليات وهل بيوم بالعملية حسب البروتوكولات العالمية والمعترف فيها ولا لا بالضبط كل ده بنهتم بيه وبناء على كده بنختار مجموعة من المستشفيات رينج من المستشفيات من أول مستشفى اقتصادية جدا لمستشفى فايف ستارز جدا وأهم حاجة أن في سؤال يطرح نفسه مهم جدا في سؤال بيطرح نفسه مهم جدا طبعا إحنا معظم عمليات الكحت والنحت بالنسبة للرجال بتبقى نسبة مثلا قولي 10% لكن بالنسبة للنساء حوارة 90% مثلا لو حسبنا المجموعة لعمليات كلها هل النحت أو الكحت بالنسبة للنساء أكثر منطقة بيحبوا يعملوا فيها كحت أو نحت بتكون إيه؟ هي بيقعزين يعني الناس هستعرف فين بالزبط يعني كرش أرداف صدر بيبقوا عايزين يشفوتوا الدهون من منطقة الوسط والبط عشان يبقى حلو كده بالزبط ووسطي في ناحة حلو وبعد كده بيحبوا يزودوا الدهون دي على منطقة الثد أو منطقة المؤخرة زي ما بيقول لحركة تختلف عن عملية تكبير وتصغير الثد تختلف بتديني نتيجة تكبير بتبقى تكبير ثد بس بيدي نتيجة طبيعية جدا لأنه ما بيبقاش فيه الشكل اللي هو ممكن يبقى شكل ارتفيشل شوية شكل صناعي شوية بيبقى شكل طبيعي جدا باخد الدهون من البط منين بتكبر ازاي او الطريقة لو نقدر نديهم حاجة بسيطة كده معرفة عامة هل هي بمواد كيموية زي ما بنسمع فيلر وبوتوكس ولا هل انا باخد دهون بتاعت الجسم نفسها من نفس الجسم من نفسها مادراني السادة المشاهدين يعرفوا الكلام ده حريك عارف الدهون دي يعني هي لونها دهبي وهي دهب الدهون دي دهب لأن أنا لما باخد الدهون وحقنها في الثادي او في المؤخرة او في الادين ساعات بيبقى ناس بتداد يطلع على العروب او في الواجه مثلا في المنطقة اللي هي اتحقنت فيها بتقلل منظر الاسترايا او التراهلات والتشققات اللي بتبقى في الجلد لو اتحقنت في الواجه بترفعه بتعيدله شبابه يعني من نفسي لجسم الانسان ما بتجبلوش حاجة من بره عشان كده ممكن ما حصلش في حاجة اسموها الانتيبودز ولا الجسم يرفضه ولا يحصل الحاجات اللي بنسمع عنها ابسيز وخدريب والدوان طب حالي 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 بقى انصام طمن السادة المشاهدين لابقى العملية بسيطة وجميلة ونبقى اجمل واحلى ومن نفس الجسم تبايا العيان كسب مكتبين هي خسست البطن وكبرت الانتاز وكبرت السادة ورفعت وشاة ورفعت وشاة شواء يا عملية ثلاثية تلاتة في واحد طبعا احنا اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لازم عشان اروح اعمل عملياتي يبقى عني ناس متخصصة في العمليات وخاصة جراحات بالذات وجراحات التجميل يطرحني سؤال يا دكتورة دينا على تكبير وتصغير الانف اه ازاي وكيف ومن اللي بيحتاجي يعملها دي تصغير الانف انا كدكتور التجميل عندي مقاييس للانف يعني بالعرض فيه التلت الفؤاني والتلت بتاع الانف والتلت الاسفل للوقف حسب وجه العيال وحسب وقف وفيه بالطول خمس خماس هي وقدة الخمس في النصف بالزبط خايف ولازم لها مقاييس معينة من الجنب زاوية معينة لازم ما يبقاش عالية من هنا لازم تبقى مظبوطة بزاوية من هنا كل دا الانف السنتر بتاع الوش المركز بتاع الواجه اول حاجة بتشوفها اول ما بتضص في المراهة هي الانف الشخص اللي شكل الانف مدايقه دا مش هيقدر يعيش غير لما يعمل تجميل على فكرة فيه معلومة كمان دي بسموها منطقة خطرة اللي بتوصل المخ مباشرة عشان كده لازم تتعامل عند حد مخص عند حد معشان كده نقولت اسألوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلموا وخاصة في بعض الناس بتبقى مش تجميل فقط دا بتبقى علاج يا دكتورة دينا في ناس بتبقى لعدهم نزل سيبتل ديفيشن ايوه بالزبط دا بالزبط بيحتاج حضرتك طب قولينا نجاح العملية حوالي كامل نجاح العملية عالي جدا لانه الديفيت تثبتة عوجاج الحجز الانفي اللي بيسبب اضطربات في التنفس اكترها والعيان نايم وبتكتر في فصل الشتاء لما بيحصل احتقان في الانف بيلاقي نص الانف تقريبا مزدود مش عارف يتنفس منه خالص لو اتعملت صح واتزبط الحجز الانفي بنحط له حاجة اسمها cartilage graft يعني باخد برضو باخد غدروف من الانف نفسه احطه في الانف يعني من نفس الانف بحطه على جانبي الحجز الانفي كأني بعمله جبيرة كأني بجبسه علشان يبقى مظبوط يعني لو معوق كده بروح عطله غدروف من هنا وغدروف من هنا عشان يزبطه بظبط لو اخره برضو معوق برجع احطه في مكانه السليم جوه العمليات بيبقى واضح قدامي ان انا وسعت المجرى الهوى من جوه بيبقى واضح قدامي فبتغلب على موضوع ضيق التنفس بالليل او الشخير الكتير والحاجات اللي زي ايه كده وبقى بدام دخلنا العمليات بنعمل بقى التجميل بقى بكمل بقى تزيد الواجه بقى ككل النحت بتاع الانف وكله يعني نحت يعني بيتعامل نحت للانف بالزبط طب احنا بدام دخلنا بقى نحت وكحت وتكلمنا عن ان الدهون دي كنزي زهبي موجودة في جسم الانسان ما نتخلصش منه زي ما الناس بتقول على فكرة حضرتك بقول كلام يعني 50% من احتياج الجسم من الطاقة بيجي من الدهون لداخل جسم الانسان فطبعا اوه وتتخلصوا من الدهون بالطريقة اللي الناس بتتكلم عنها هو ممكن نحولها من دهون ضارة الى دهون نفعة او نغيرها مكان ونعمل نوعي التوزيع طب في عمليات اخرى لتكبير بعد الفتيات الصغيرين النحفاء مثلا نعزين يكبروا الصدر بتاعهم ايه الطرق الاخرى او المواد اللي تستعمل في عملية تكبير السنة بس تعمل الحشوة الثادس اللي هي بيبقى فيه منها جزء سيليكون وفيه منها عليه غولهف على السيليكون ده والحشوة دي اثبتت دلوقتي ان هي امنة دي ارتفيشة الحاجة مصنعة دي حاجة مصنعة لها اسماء معينة ولا حاجة؟ زي البوتوكس والفيلر ولا حاجة تانية؟ هي اسمها الحشوة الثادس اسمها حشوة الثادس لكن نجح العملية ده لغاية دلوقتي نجحها ايه؟ ما فيش حاجة اقدر اقول مية في المية تسعة وتسين ساعة من عشرة في المية طب ما ده حلو ده امتاز لو سبعين في المرة تبقى ممتازة طب بيبقى زي الثادي الطبيعي ولا بيفقد جزء من الاحساس زي ما الناس المشاهدين بيتكلمها بيبقى زي الثادي الطبيعي هقول له حريك ليه لان انا بدخل ادي فيه جلد وتحتيه انسكت الثادي ليه الغدد اللبانية وانسكت الثادي انا بحطها تحت انسكت الثادي يعني من الخلف يعطبها من الخلف كأني زقيت الثادي القدام لكن انا لا قطعت فيه حاجة ولا قطعت غدد لبانية يعني الرضاعة طبعية فيما بعد بعد الزواب وما فيش اي مشكلة انا كأني دخلت من ورا وزقيته بس القدام لكن ما دخلتش قطعت اي حاجة في الثادي القدام يحضرني الحديثة الاحساس سليم الرضاعة سليمة لو هي مثلا ملمس نفسه سليم طبيعي 100% احساس طبيعي 100% رضاعة طبيعي 100% انا ما قطعتش حاجة بس كاني وقفت وراها وزقيت الثادي القدام انا بس اقلوا فيه فرق من حقن السيليكون والفيلر ولا الحشو افضل الحشو افضل من الحقن الحشو افضل من الحقن لان الحشو بيبقى له غلاف ما بيخليش مادة السيليكون اللي جوه دي تطلع تتعافي على المعجز بيفضل الغلاف بتاعها لو مش هنعمل حشو السيليكون بنعمل حقن دهون فيه حقن سيليكون زي محارك بتقول بس ده اخر حل بيجعله مش هو ده رقم واحد في الحلو اللي انا بيجعله تمام بقولك يا حضورينا حديث النساء السلام اللي هو بقول تداو عباد الله فما جعل الله الداء إلا وجعله الدواء علمه من علمه وجاهله من جاهله فعلا احنا يعني فيه طفرة يعتبر جراحات التجميل دي طفرة طفرة حلوة مش بتتخيالي الناس اللي عندهم ضعف بيصابوا باكتئاب وقلق نفسي رهيب فده امل ليهم الحمد لله يا رب العالمين وفي وجود مستاذ دكتور زي الدكتورة دينا طبعا بتتكلم باستفادة عن اللي ما عندهش امل لا فيه امل وامل كويس جدا وما نخافش من العملات الجراحية مدام بتغير الشكل وبتصحح او بترفع من الروح المعنوية على قدر المستطاع كان فيه بحسة عمل في جامعة بنسلفانيا ليون الستات اللي بتكشر كده وما بتتحقش بتصب الشيخوخة والتجاعد المبكرة عشر سنين عشر سنين عن غيرهم طبعا احنا بنقول خلاص حصلت التجاعد دي نعمل لها اي يا دكتورة دينا الناس كلها عادت تعرف التخلص من التجاعد هالي الكريمات اللي في السوق اللي بنسمع عنها والحاجات دي كلها قولينا بقى البدائل الجميلة اللي عند حضرتك كل مرحلة وليها العلاج بتاعها يعني الكريمات مفيدة في مرحلة العشرينات بعد كده كريمات لوحدها لأ لازم ازود معها ازود معها الباطيولينامتاكسن ده سحر ده حاجة رهيبة خلت عمليات شد الوجه تقل نسبتها تقل تأماما كتير قوي بقت بدل ما كانت السيدات بيعملوا عمليات شد الوجه بداءا من سن الاربعين بقوا بيعملوها من سن الخمسين من سن الستين لان بيقدروا يحافظوا على شبابهم الوقت ده كله حقا الباطيولينامتاكسن دي بالضبط موصوفة للخطوط اللي حصلت بسبب التكشير الكتير ياريت ما نقشرش كتير ونتعلم نبقى هادين كده ومبتسمين بس لما بتحصل الخطوط دي بيحصل هنا المية وحداشر بيحصل هنا مروحة كده بيحصل هنا خطوط كتير قوي عند الجبهة الباطيولينامتاكسن بيجي الكريمات اللي بنسمع عنها في الدعاية الكريمات دي بتعمل ترتيب ترتيب وليس علاج للشد وليس علاج تعمل ترتيب هبتدي من الكريمات من سن العشرين وفي سن التلاتين هزود عليها الباطيولينامتاكسن لازم الباطيولينامتاكسن محدش يقول أنا صغيرة على الباطيولينامتاكسن طالما عندك خطوط اعمليها طالما عندك خطوط اعملها لأن بالعكس انت يطلع لك خطوط وانت صغيرة يبقى وشك هيعجز بدري يبقى ابتدي في الباطيولينامتاكسن من بدري وكذلك الراجل اللي بيجي لي بقى بذات بقى البوتوكسن رجال كتير قوي لأن الرجال بيبقى عندهم الخطوط تطلع أكتر لأنه يقفوا الشمس أكتر ما بيستعملوش كريمات ترطيب وكريمات وقاية من الشمس فبتطلع أكتر فبيحس أنه هو دايماً طالع في الصور شكله مقشر مع أنه مش مقشر بس هو اللي بقيت عنده خطوط جامدة بالزبط فلما بيحقن البوتوكس بيرجع يستعيد الضحكة الريئة الشكل الريئة العنين الريئة والله يا دكتورة دينا أنا مش عارف أشكر حضرتك وكان نفسي الحلقة بحتاجة حلقات لكن نظر أنه طبعاً الظروف الجوية وتأخرنا عن إبتاة الحلقة لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغطر بطيب العيش إنسان هي الدنيا كما شهادتها أمم من سره زمن ساءته أزمان ساعدنا بالضيفة الجميلة الأستاذ الدكتورة دينا بدوي أستاذ جراحات التجميل بالأصر العيني الهرم الرابع وعدو جمعية باريس للجراحات التجميل شكراً جزينا دكتورة دينا نورتينا شكراً لحضرتك أنا جالي الشرف أن أنا ثلاثة مع حضرتك عزائي المشاهدين سعدنا بكم ونرجو أن نكون خد أسعدناكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته